رح ننتقل على مصر لنتعرف أكتر على الأنافورة مع الأنبا توماس أسقف القوسية مير أسيوت بمصر اللي يخبرنا أكتر عن دور الأنافورة بموسم الخليقة اليوم أهلا بكم في جولة حول فلسفة أنافورة في الحياة لأن أنافورة ريتريت هو عبارة عن رؤية رؤية بنشوف فيها أساسا يد من أسفل لترفع كل إنسان كل الإنسان الفكرة هي عبارة عن فلسفة مأخوذة من كلمة الله من الإجنال بحيث أن الإنسان بيقدر يعبر فيها عن شكر لله من أجل الخليقة التي خلقها وفي نفس الوقت نعمل على صورة الله في الحفاظ على الخليقة كلها وعلشان كده هي يد من أسفل بس لا يستطيع أحد أن يرفع إن لم يستطع أولا أن يركع ودي نقطة مهمة جدا الإنسان يتضع فيه داخل قلبه من أجل أنه يدرك مراحم الله فبالتالي بيقضع لإرادة الله وبالتالي بيقدر يركع علشان يرفع الناس اللي حواليه يرفع من قيمة كل بشر كل إنسان كل الإنسان وبالتالي بتكون الفلسفة هي عبارة عن منظومة جميلة من خلال هذه المنظومة بنرفع ونقوي ونداوي نشفي حياتنا الداخلية وعلشان كده كان اهتمامنا الأول بأنه تكون الحياة بسيطة يعني التعبير البسيط عن الحياة في كل مراحلها هو ارتباطنا ورجوعنا مرة أخرى إلى الحياة الطبيعية الحياة الطبيعية تشمل اهتمامنا بالخليقة اهتمامنا بالطبيعة اهتمامنا بعضنا البعض لأن الركوع ليس معناه فقط هو الاتضاع إنما التواصل فالركوع معناها التواصل أن نتواصل معا من أجل أن نجد هذه العلاقة ما بين الإنسان وما بين الطبيعة اللي ربنا خلقها ووضع الإنسان سيدا راعيا للخليقة كلها فدور الإنسان الحقيقة هو أنه يراعي الخليقة يراعي خليقة الله لا يستهلكها عشان كده احنا بنعيش في هذه الأيام في مجتمع مستهلك دايما عندنا فكرة الاستهلاك والاستحواز وبالتالي بنحية في السطحية والمظهرية وبالتالي مش قادرين نشوف صورة الله الحقيقية في خلقته وبالتالي العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر بتبوز وفي نفس الوقت العلاقة بين الإنسان والخليقة أيضا لم تكون سوية وبالتالي الخليقة تصور ضد الإنسان صورة الخليقة ضد الإنسان بتيجي نتيجة عن صورة أوبئة ومجاعات وعدم رضا داخلي وكل ده بيؤدي بالإنسان أنه لا يستمتع بالحياة إلى ربنا إدهاله عشان كده احنا فيه أنفورة الصورة الأولى أن نعمل نوع من الكبري نعمل نوع من الجسر ما بين الثقافات المختلفة جسر ما بين الإنسان والطبيعة اهتمامنا بهذه الأمور بتجعل من العلاقات الإنسانية أكثر سهولة ففايدة كبيرة للإنسان أنه يقرب ناحية الخليقة علشان يتعلم من الخليقة أي أن يعود مرة أخرى إلى الارتباط بهذه الخليقة نتعلم من الطبيعة المسيح له المجد اتكلم كتير جدا عن انظروا انظروا إلى زنابك الحقل انظروا إلى طيور السماء انظروا عشان نتعلم من هذه الخليقة هذه الخليقة لها في داخل أنفسنا مكانة لأننا منها وبالتالي الإنسان حينما يقترب في ذاته الداخلية إلى هذه الخليقة يشفى الإنسان من الداخل عشان كده مجرد أن الإنسان بيجي ياخد فترة خلوة ريترات في أنافورة بيبقى في عنده نوع من الرجوع مرة أخرى والسكون فبالتالي بياخد كده نقطة في حياته أن العودة مرة أخرى إلى الطبيعة إلى السكون وبالتالي نحن نحتاج أن نتعامل مع الطبيعة بصورة الاحترام احترام الطبيعة بمعنى أن كل مخلوق من المخلوقات له كيانه له صفاته وإحنا كبشر محتاجين نتعاون نتعامل نقدر هذه المخلوقات وبالتالي نتعامل معها حسب صورة الطبيعة التي خلقوا بها فبالتالي هنا بنعرف أهميتها في الطبيعة أهميتها في حفظ التوازن الكوني وبالتالي بنحفظ التوازن الكوني بطريقة هامة فبالتالي كل واحد مننا لما بيحترم الخليقة بيعرف يستخدم هذه العلاقة الطيبة بنا بس ده بيعمل مرضود نفسي على الإنسان من الداخل في الهدوء وفي الرجوع مرة أخرى إلى النفس الداخلية عشان كده عندنا برامج كتير جدا في الاهتمام كيفية التعامل مع المخلفات يعني ممكن الكنيسة توصل إلى زيرو وايست ما فيش أي مخلفات عشان الإنسان يقدر يستخدم كل شيء لأنها عطية الله والمسيح إدانا صورة جميلة من بعد معجزة الخمس خبزات والسمكتين المسيح قال للتلاميذ اجمعوا الكسر فجمعوا 12 كفة مملوئة من الكسر وبالتالي ده تعليم لنا كلنا أن احنا نقدر نجمع الكسر ولا نلقي مخلفات تفسد الطبيعة وبالتالي كمان نحافظ على عطية الله النقطة تانية أنه مش بس أن احنا ما عندناش مخلفات لكن إعادة التدوير إعادة استخدام إعادة تصليع وهكذا الإنسان يقدر يستخدم كل عطية الله وده بيدي للإنسان أيضا صورة عن مفهوم الخلاص ومفهوم الفداء أن الله نفسه حينما فسد الإنسان ولم يستطع أن يكمل وصية الله ربنا لم يلقي بالإنسان إلى الهلاكة الأبدي إنما فداه وتجسد لأجله من أجل أنه يصلح من هذا الإنسان ويعيده مرة أخرى إلى رتبته الأولى إلى الفردوس كمان إحنا مسؤوليتنا أن نرجع مرة أخرى إلى مفهوم الفداء مفهوم أن إحنا نعيد إصلاح كل شيء في حياتنا في الكون ومن هنا بنقدر نتعلم أيضا عن علاقتنا الطيبة مع الخليقة خليقة الله ربنا أعطاه لنا من أجل العلاقة التعاونية بيننا وبيننا لا نستهلكها وأيضا لا نسود عليها بالقهر إنما نسود عليها بالحب والاهتمام والرعاية فبالتالي الخليقة كمان تعطي للإنسان من ثمارهم وده بقى يدي كمان للإنسان بعد أنه من خلال الهدوء والسكينة يقدر الإنسان يصلح من نفسه فعندنا برامي كتير للشفاء النفسي برامي كتير للمشورة الروحية برامي كتير من أجل أنه الإنسان يتعلم تنمية تنمية المهارات، تنمية الشخصية وتنمية أيضا مجتمعية، تنمية اقتصادية ينمي الإنسان وبالتالي مجتمعاتنا تتقدم إلى صورة أخرى أو صورة أفضل لكن في النهاية كل الأشياء مربوطة باحترام الإنسان لطبيعة الطبائع والخلائق المختلفة إلى ربنا إدهانا يحصل تواصل بيننا وبينهم يحصل تواصل أن الإنسان يدرك مسؤوليته أنه مسؤول يرعى وليس مستهلك للطبيعة الطبيعة اللي ربنا خلق أهلنا نسوسها صحيح ربنا أعطى للإنسان أنه يرعى الخليقة كمثال لله والله يرعى الخليقة بالحب الله يرعى الخليقة برعاية أبدية مليانة رعاية مملوئة فرح نقترب إلى خليقة الله بالإحترام ونقترب إلى خليقة الله بالحب ونقترب إلى خليقة الله بالرعاية وده بيعود علينا أن نحن كبشر بهدوء نفسي واستقرار وشفاء من الصدمات وشفاء من العلاقات السيئة لأن الإنسان بياخد تعليم جميل من هذه الخليقة كل أمر بنحاول أن نستخدم مواد غير طبيعية بتؤثر في الخليقة يعني نحن عندنا في أنافورة بنعيش أورجانيك فارمينج تماماً ولا نستهلك أي أنواع من المواد المبيدات أبداً لأن هذه المبيدات الحقيقة بتؤثر على الإنسان وصحة الإنسان نحن نحتاج إلى العودة مرة أخرى إلى مفهوم مسؤولية الإنسان في رعاية الكون في رعاية الخليقة لأن الله أعطانا هذه المسؤولية في رعاية هذه الخليقة إحنا دايماً فرحانين إن إحنا لما بنشوف أي كنيسة بتدخل معنا في شراكة ومفهوم الجرين تشورشز إحنا محتاجين نحول كنايسنا إلى الجرين تشورشز يعني كنايسة تحترم الطبيعة وتحبها وتستخدم أيضاً كل ما هو في مفهوم الكنايس اللي بتحب الطبيعة والخلائق ربنا يبارك في خدمتكم وربنا يبارك في هذا الأسبوع للخليقة وإحنا فرحانين أن نشترك معكم في هذا الأسبوع ربنا معاكم وشكراً لمحبتكم